السلام بنات كديري لبساليكم مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان الفيديو دياليوم فيديو مهم ان شاء الله لكل اخت تنتظر الدرية كل سيدة اخر الانجاب ديالها وبغى تطلب الله في هاد الايام المباركة وتقول هاد الادعية هاده اللي هي رائعة جدا بزر ديال اخواتك الحمل ديالهم متأخر بمجرد ما اللي جئوا لله وطلبوا الله في الصلاة ديالهم ربي استجاب لهم وكان حمل في نفس الشهر ما شاء الله اكيد تهجا مبعيدة عند الله كل شي قريب بزرد الاخوات يعني فاقدة الامل بزرد السيدات كيقولوا بان الحمل مستحيل من هاد المنبر ومن هاد الفيديو كان بغى نقول بان لا شيء مستحيل اكيد لك ترتي من الدعاء ولحتي في الطلب ديالك فاربي غادي استجبليك وغادي تشوفي الفرحة في القريب ان شاء الله بقي معايا في هاد الفيديو المهم اكيد غادي نالاعجاب ديالك قبل ما نبدأ هاد الفيديو هادا كان بغي نبه السيدات اللي ما كيوصلوهمش الفيديوهات ديالي حاولوا انكم تحيدوا الاشتراك وردوا الاشتراك وفعلوا خاصية الجرس لانه واقع مشكيل بزرد الاخوات ما كيشوفوش الفيديوهات الجديدة اللي كان حط تاكيد خلو القناة عاد كيشوفو الفيديو فممكن انك الدخل للقناة وعدش في الفيديو ولكن من الافضل دير احيد الاشتراك ورده في نفس الوقت وفعل الجرس باش ديالي ما يوصلك الجديد ان شاء الله وكيشوفو فيديوهات قادمة فيها بزرد المعلومة اللي ضروري خاصة توصل الاخوات اللي بغي الحمل بسرعة بطبيعة الحال اللي اعجبكم كذلك هاد الفيديو هادا ما تنسوش الفيديو من واحد اللايك اللايك فقط هو كيخلي الفيديو وصل جميع الاخوات يعني هاد هي الاستفادة ديالو فخليوا اللايك في هاد الفيديو هادا باش يستفدوا تال اخوات لتهم بحالكم باقي كينتظرو واللي باقي هاد الفيديوهات المفيدة ان شاء الله وما كينش محسن من اللجوء الى الله تعالى خصوصا في هاد الايام المباركة حاولوا انكم طلبوا الله في الصلاة ديالكم كتروا من الدعاء والاستغفار خصوصا الاستغفار يعني راه مهم بزاف هو باب من ابواب الرزق مفتاح للرزق وطلب الدرية الاستغفار في الصلاة وفي اي وقت يعني انتي في المنزل ديالك حاولي انك تستغفري قدر المستطاع لان الاستغفار كيف ما قلت لكم كيجلب الرزق والدرية خص ديما يكون عندك واحد اليقين واحد الاحسان بالضن بالله تعالى بان الله ما كيعتنى الحاجة الا وفيها الخير وما كيحيدها لنا الا وفيها الشر وما كياخرش حاجة الا وما زال يعني الوقت ما حانش بطبيعة الحال كل هاد الامور اللي درتها في بالك وتيقنتي بان الله سبحانه وتعالى ما اخر لك الانجاب الا وشايف بان كين شي حاجة يعني اللي غادي تعودك اكتر يعني باقي الوقت ما شيء هو هادك باش يعطيك الدرية غادي اطمأني وغا ترتاحي وما غاديش يبقى بالك يعني ما غاديش تبقي قانطة او حزينة بزافة الاخوات يعني كيفقدوا الامل كيفقدوا ديك اطيقة بان الله غادي عطاهم الدرية وخاص سن ديالك يعني فيت الخمسة والاربعين راه كل شي ممكن كل شي قريب عند الله من هاد الفيديو هادا كنقولك بان نرا كين سيدات كيتووصلوا معايا في الخاص في الانستغرام اللي هو وصفات نورا كييرسلوني وكيبكي وكيقولوا بان السن ديالهم كتر من الخمسة والاربعون سنة وربي ارزقهم بالدرية ما ان شاء الله اكيد ان الامر كله بيدي ما كينش حد اللي يقولك انت في واحد السن اللي ما غاديش ربي رزقك بالدرية تحد ما عارف بهاد الامر الا الله وكنتمنى ان شاء الله من كل سيدة كتشوف القناة ديالي او كل سيدة يعني في العالم كله كتنتظر يا ربي ان شاء الله ترزقك بالدرية الصالحة في هذه الايام هذه وتفرحين ان شاء الله وتكون بشرة لكل اخت كتنتظر بفارغ الصبر بطبيعة الحال الادعية اللي كتنتظر جميع الدعاء المعجزة للرزق بالمولود والدرية اول دعاء وهو اللهم هب لي من لدنك وليا واجعله من الصالحين قبل ما نكمل الادعية لوصلتي لهذا الفقرة في الفيديو ديري لي واحد اللايك باش تعم الفائدة ان شاء الله وتكون هذه المعلومة هذه توصل جميع الاخوات باللايك ديالك وتكون صدقة جارية ان شاء الله في هذه الايام المباركة بطبيعة الحال هذه الادعية هذه كنبه خصك تقولها بساعة قبل الفجر قبل صلاة الفجر بساعة كيكون يعني واحد تلت الاخير من الليل يعني واحد الوقت اللي كتكون فيه الاستجابة اكتر للدعاء ممكن تقولها في الاوقات الاخرى ولكن من الافضل انك تجاهدي كيف ما تجاهدي انك تدي لي وصفات جاهدي في هذه الايام هذه في التلت الاخير من الليل ساعة قبل الفجر قبل صلاة الفجر وقولي هذه الادعية هذه سجلهم عندك ماشي مشكل قولي واحد الدعاء او دعائين او يعني ثلاث ادعية ماشي مشكل المهم كتري كتري من الاستغفار ومن هذه الادعية هذه ولا قدرت انك تكتبهم كامل وتقولهم فهو غيكون جيد ان شاء الله الدعاء الثاني اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا ذكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصا واجعل عاقبته الى خير يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزتك التي لا يرام عفوا بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ اركان عرشك ان ترزق الولد الصالح ان شاء الله اللهم بشرني بالدرية الصالحة كما بشرت زكريا بيحيا يا من رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الدرية الصالحة المعافات ربي لا تدرني فردا وانت خير الوارتين ربي هب لي من لدنك درية طيبة انك سميع الدعاء هذا سهل ممكن تحفظه ربي لا تدرني فردا وانت خير الوارتين ربي هب لي من لدنك درية طيبة انك سميع الدعاء ربنا هب لنا من ازواجنا ودريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا من امره بين الكاف والنون واذا اراد شيئا قال له كن فيكن رزقني الدرية الصالحة تقر بها العيون اللهم امين يا رب العالمين كذلك اللهم ارزقني الدرية الصالحة المعافاتة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعينني في ديني ودنياي من بنين وبنات يا رب ارزقني الدرية الصالحة في القريب العاجل اللهم فرحني بخبر حملي يا رب يا كريم يا رب عودني بطبيعة الحال كل هذه الأدعية هذه فهي مباركة وطيبة وإن شاء الله ربي يستجب لكم يستجب لكل أخت فيكم تنتظر وكل أخت فيكم يعني دارت بالأسباب أكيد ربي ما غادش يخيبها وغاد يرزقها بالدرية الصالحة ديري بالأسباب ضروري ديري بالأسباب إلا كان عندك شي مشكل عالجي عند الطبيب المختص يخدسوا يكون اختصاصي في أمراض النساء والتوليد مشي طبعا باش هكي يعني يعرف المشكلة عندك إلا كان عندك تاكيوس المبيض تعرف فيه هدك هو السبب إلا كان عندك ارتفاع هرمول الحالي بتا هو يكون هدك هو السبب ديال تأخذ الإنجاب راه كين كل حاجة ولها العلاج ما يمكنش يعني شي مشكل عندك وماليهش العلاج من وصفات طبيعية من أدوية ديال الطبيب راه ضروري غادي تلقي العلاج المناسب بإذن الله تعالى وأكيد من بعد غادي حصل الحمل لأنه بمجرد ما تعرف في الأساس ديال المشكلة عندك كيتعالج وكيحصل الحمل بعد ذلك بطبيعة الحال الوصفات الطبيعية حولي أنك ما تكتريش في الوصفات ديري وصفة واحدة في الشهر كافية إن شاء الله كنشوف بزاف الأخوات بالاشتياق ديالهم للدرية كيبدوا يجربوا يخلطوا عدة وصفات في نفس الشهر وهذا الأمر هذا راح خطأ ممكن تخلطي وصفتين وحدة موضعية وحدة عن طريق الفن فهذا الأمر عادي ولكن باش تشربه بزاف ديال الأعشاب يعني في نفس الشهر ممكن أنه يؤثر لك على الهرمونات ديالك لأن الوصفات والأعشاب الطبيعية تهيى علاج بالطب البديل وتهيى كتعالج لك المشاكل اللي عندك بحالها بحال الأدوية اللي كتتخذي عند الطبيب كنتمنى المعلومة تكون وصلتكم وكنتمنى أنكم تدعوا بهذه الأدعية هذه ما تنسونيش كذلك من واحد الدعاء للأخت ديالكم نورا في هذه الأيام المباركة وشكرا لكم على التتبع ديالكم للقناة وشكرا على الدعم ديالكم بالتعاليق الطيبة اللي كنتوصل بها كل يوم أكيد أنا كندعي معكم بالقلب الخالص لكل أخت فيكم وكنفرح مليكة تواصل معي شي سيدة متتبعة في القناة جربت الوصفات ديالي وأكيد جابوا معها نتائج مردية ما كان حتى توصفة إلا وكتكون مؤكدة وكتكون وصفة ناجحة وإن شاء الله تكون نكون عند حسن الضن ديالكم في القريب إن شاء الله إلى اللقاء مع فيديو جديد بسلام عليكم اشتركوا في القناة